اتجوزت بنتا عن قصة حب كبيرة كنت بحس ان لو اتجوزتها هكون اسعد انسان في العالم كانت بنت شائية وجميلة وبتحب الحياة والخروج لكن بعد ما اتجوزنا ومريت باوقات صعبة لقيت ان كل حاجة تغيرت حتى اسلوبها كمان اتغير معايا لقيتها طول الوقت بتشتكي بعد ما كان الكلام ما بيننا لقيتها بقت بتخرج كمان اسرار بيتنا برا بقت تحكي لصحابها وكمان بقت تحكي لأهلها اتفاجئت وتصدمت ان هي كمان بقت تقول مدام هو مش قادر ان هو يصرف على البيت اتجوز ليه من الاول ودي كانت مشكلة اتبعتت لنا على الموقع علشان كده بنقول لما تختار ناس اختار ناس تكون شبهك شبهك مش طبقيا لا اطلاقا شبهك في اخلاقك شبهك في مبادئك شبهك في قيمك شبهك في فكرك شبهك في عطائك شبهك في تربيتك كمان تكون شبهك في علاقتك الاسرية وعلاقتك الاجتماعية شبهك في طريقة المعيشة قصة اللي انت عايشها الناس اللي تكون فعلا شبهك وقتا ما يحصل خلاف دايما اختار اللي شبهك دايما اختار اللي شبهك عشان لو ما اخترتش اللي شبهك هتفضل طول عمرك غريب هتفضل طول الوقت تدور على اللي شبهك فيما كلها عجبتني جدا بتقول لا تسكب مشاعرك كلها مرة واحدة فربما تكتشف بعدها ان القناة مكسور واستنونا في حكايات جديدة مع رانيا السيد حكايتي اشتركوا في القناة